طالما إحنا استهدفنا الدول العربية ومش نافع ولا مشاهدات ولا أرباح يبقى هيئة بنا إلى بلاد الفرنجة هنترجم فيديوهاتنا ترجمة تلقائية لأكتر من لغة الموضوع ده ليه فوائد كتيرة جدا ولكن فيه تركيا كده هاوضحها لك في الفيديو لازم تعملها لو ما عملتهاش هيبقى ضرر الترجمة أكتر من منفعته طب إيه فوائد الترجمة؟ أولا إحنا هنترجم لأكتر من لغة زائد اللغة العربية يعني فيه ناس أو 50% ده التضاحل يعني وهوريك دلوقتي بمثال عملي من فيديوهات قناتي 50% من الناس بتحب بتشوف اللغة العربية على الشاشة زي ما انت شايفها دلوقتي لو انت مشغل الترجمة فانت بتشوف اللغة العربية وبتشوف الكلام مكتوب باللغة العربية بالإضافة إلى أن الفيديوهات بتاعتك لما تترجمها الأكتر من لغة هتروح بقى لأمريكا هتروح لأستراليا هتروح لأي دولة في الدول الأوروبية فهتبدأ فيديوهاتك تنتشر وهتستهدف جمهور أكتر فالمشاهدات بتاعتك هتزيد زائد أن الأرب أم في الدول دي أعلى بكتير من الدول العربية فأرباحك كمان هتزيد تعالى نشوف الفيديو اللي احنا عملنا له ترجمة تلقائية لو رحنا على الجمهور هتلاقه باللغة العربية الناس اللي شغلت الفيديو وشافت الترجمة باللغة العربية 46% وهنا اللغة الإنجليزية 2% يعني إذن الفيديو بالفعل وصل للأجانب بقيت اللغات مش باينة لأننا لسه ضيف لغات تانية دلوقتي لاحظ بقى معايا لو أي شخص كتب العنوان اللي أنا بستخدمه في الفيديو أو أي كلمات رئيسية بيبدأ يظهر الفيديو بتاعه باللغة الإنجليزية لو شغل هو الفيديو بقى وعمل الترجمة طبعا دي الترجمة باللغة العربية لو ضغط هنا على الترس وعمل الترجمة هيلاهي الأسبانية الألمانية الإنجليزية يبقى هنا أصبح الفيديو مترجم باللغة الإنجليزية وهو لو المتصفح بتاعه أكيد باللغة الإنجليزية هيظهر له العنوان باللغة الإنجليزية زي ما هو ظاهر هنا العنوان هو الوصف باللغة الإنجليزية طيب حلو الكلام تعالى بقى ننفذ الموضوع ده بشكل عملي على سبيل المثال أنا عايز أعمل ترجمة للفيديو ده تحديثات وتعديلات اليوتيوب لتحقيق الربح فأنا ببدأ أضغط على علامة الألم دي وبعد كده بختار الترجمة وبعد كده بتضغط على كلمة إضافة علشان الفيديو إحنا بنتكلم فيه بالعربي فما فيش ترجمة تلقائية للعربي يعني اليوتيوب ما عندوش option ما عندوش ميزة إنه هو يفهم الكلام بتاعه بالعربي ويكتبه أو يترجمه بالعربي أو لأي لغة تانية ولكن الفيسبوك فيه الميزة دي يعني اليوتيوب فيه الميزة دي للغة الإنجليزية ولكن الفيسبوك فيه الميزة دي باللغة العربية فإحنا هنعمل إيه فإحنا هنروح ناخد الفيديو ده ننزله على الفيسبوك ونسحب ملف الترجمة وكل اللي علينا إن إحنا هناخد ملف الترجمة نحطه هنا يقوم مترجم للفيديو باللغة العربية وبعد كده أضيف أي لغة تانية إنجليزية أسبانية ألمانية وشغل بس الترجمة التلقائية هو هيترجم للفيديو بدون تدخل مني طيب نعمل الموضوع ده إزاي هروح على صفحة الفيسبوك وندخل على ستوديو منشيء المحتوى أو متابيزنس سويت وإحنا شرحنا إزاي نرفع فيديو على الفيسبوك من خلال الموبايل يعني إنت لو معاك تليفون تقدر تعمل كل الخطوات اللي إحنا بنعملها دي وهسيب لكم الفيديو في التعليق المثبت إزاي تنزل فيديو من خلال التليفون بتاعك على صفحة الفيسبوك بعد كده بضغط على إنشاء منشور وبضغط على إضافة فيديو تحميل من الكمبيوتر حتى لو أنت مش عايز تنزل فيديو على الفيسبوك ما فيش مشكلة ممكن تعمله مجدول وما تنزلهش بعد كده أو تحزفه بعد كده إحنا بس الغرض إن إحنا ناخد ملف الترجمة فإحنا بنبدأ نحمل الفيديو هنكتب العنوان والوصف كده الفيديو اكتمن لو أنت عايز الفيديو ينزل معاك بسرعة ممكن تقلل الجودة بتاعته عشان ينزل معاك بسرعة بعد كده بتبدأ تختار بقى الصورة والكلام ده وتعمل التالي في بقى حاجة هنا اسمها الشروط التوضيحية بتعلم علامة صح عليها وبتضغط على الإعدادات المفروض بقى أن فيه هنا ملف ترجمة بيتم إنشاؤه بشكل تلقائي ولكن هو بعد آخر تحديث مستخبي ما أنت شايفه مش مش مشكلة يعني كمل اعمل تم هوريك إزاي تجيبه دلوقتي بعد كده آخر حاجة بقى مشاركة لو أنت عايز تعمل جدولة للفيديو هعمل له جدولة ما فيش مشكلة وبعد كده تضغط على جدولة واحد تلاتين في المية بس هنستنى لما يحمل بعد ما بتنشر الفيديو أو بتعمله مجدول أيا كان براحتك بتروح على المحتوى دي كده الفيديوهات المنشورة كلها لو أنت نشرت الفيديو بالفعل بتضغط على التلات نقط دولت وتختار تعديل المنشور لو أنت عامل الفيديو مجدول ومش محتاج أن أنت تنشره على صفحة الفيسبوك وعايز تحزفه بعد كده فبتضغط على كلمة تعديل المنشور بشكل مباشر فسواء أنت ضغط على تلات نقط وبعد كده تعديل المنشور أو تعديل المنشور على طول هيجيب لك الصفحة دي تمام؟ هنا بقى هتلاقي حاجة اسمها الشروح التوضيحية والترجمات المصاحبة بتبدأ تضغط عليها ضغطة أول حاجة تتأكد منها أن الترجمة التلقائية معمول لها تشغيل زي ما أنت شايف تاني حاجة هنا كاتب لك تم الإنشاء تلقائيا العربية وفي تلات نقط هنا تضغط عليها وبتضغط على كلمة تنزيل روح بقى على الفيديو على اليوتيوب واضغط على تحميل الملف وبعد كده اضغط على متابعة هروح هنا على دول لود عشان هو نزل الملف في دول لود ونضغط على قبل ده كده ملف الترجمة أهو كده نزل الملف أي كلمة أنا قلتها في الفيديو بالتوقيتات تم ترجمتها ترجمة تلقائية يعني لو تلاحظ أنا هنا قلت إيه السلام عليكم مالأخبار يا جماعة عاملينين لو دخلت على ستوديوتيوب هتلاقي فيه إشعار اهو التركابة اللي حبيت أوضحها لحضراتكم إن انت تبدأ تشيك على الكلام اللي مكتوب أي كلمة مكتوبة غلط ابدأ عدلها لأنه هو بيلقط الكلام اللي انت بتقوله ويترجمه بشكل تلقائي يعني مثلا كلمة يظهر كاتبها بالزال فاحنا عايزين نصححها فهنكتبها بالز اه تمام يظهر فهتبدأ كده بشكل سريع هتلاقي الكلام بسيط ابدأ عدله عايز بقى تطلع الموضوع بشكل احترافي أكتر ويجيب لك نتائج إيجابية لما يترجم للغات أخرى ابدأ حول الكلام اللي باللغة العامية إلى اللغة العربية الصحيحة علشان لما يترجم ترجمة تلقائية للغات أخرى يبقى ترجمة صحيحة فانت بقى لو عندك وقت اعمل الموضوع ده ولكن هو مهم يعني مثلا المثبتة هو عملها لك بالسين هي المفروض بالسه تمام وهكذا وبعد كده بتضغط على نشر هيبدأ كده ينشر لك أول ملف أو أول ترجمة بتلقائية باللغة العربية أنا عايز أضيف ترجمة بلغة أخرى فببدأ أضغط على إضافة لغة ده مهم بقى وبعد كده هنختار مثلا اللغة الإنجليزية دي أساسي معنا فهنختار اللغة الإنجليزية أهو الإنجليزية لولايات المتحدة واروح هنا على الترجمة أهي وضغط على إضافة هنا بقى في اللغة الإنجليزية بيسمح بترجمة تلقائية وهيعتمد على ملف الترجمة اللي احنا بنزلينه بالعربي وهيترجمه لاحظ معايا لما ضغط على الترجمة التلقائية اللي هيحصل أهو بدأ يترجم لكل كلمة قلتها في الفيديو للغة الإنجليزية أهو تمام لو انت برضو شاطر باللغة الإنجليزية اعمل تشيكة كده على الترجمة وابدأ شوف الأخطاء وابدأ أعدلها الموضوع ده هيفرق معك جدا لو طلع بشكل دقيق وصحيح بعد كده هنضغط على نشر يتبقى دلوقت ان انت تضيف العنوان والوصف باللغة الإنجليزية علشان الناس اللي بتبحث عن موضوع الفيديو بتاعك باللغة الإنجليزية يظهر لهم الفيديو ازاي ما احنا شفنا فبتضغط على إضافة وبتبدأ تاخد هنا العنوان تاخد نسخ وتروح على أي ترجمة تأمل لصت وتبدأ تترجم ده طبعا ترجمة جوجل ما فيش اي مشكلة اهو ناخده كده نسخ واروح هنا احط فيه اللغة الإنجليزية الوصف نفس الحكاية اخد كده الوصف او اول سطرين تلاتة من الوصف واروح برضو اترجمهم للغة الإنجليزية واخدهم كده قبي واروح احطهم هنا اهو يبقى انا برضو ترجمت الوصف باللغة الإنجليزية عايز بقى اي لغة تانية بنفس الطريقة مثلا اللغة الأسبانية اهي بتعمل اضافة الترجمة وكل اللي عليك ان انت تضغط على ترجمة تلقائية بتبدأ تضافها بشكل تلقائي بتعمل نشر ونفس الفكرة بالنسبة للعنوان والوصف بتبدأ تاخدهم ترجمة بشكل يدوي تاخد العنوان اهو مكتوب هنا العربية وهنا الأسبانية فانت بتاخده بالعربي بتترجمه ويتحطه باللغة الإنجليزية يا سلام بقى لو انت شاطر في الترجمة وما تعتمدش بالكامل على ترجمة جوجل هتطلع نتائج ممتازة جدا خلينا كده ناخد دي كمان بنفس الطريقة بقى ابدأ ضيف اللغات اللي انت عايزة فرنسية هولندية ايطالية المانية وهكذا تعال كده نشوف الفيديو الترجم ولا لا ده كده الفيديو ادي كده الترجمة باللغة العربية طبعا دي كده بتقفل الترجمة مشاهد يعني كده بيشغل الترجمة لو ضغط على الترس ده وبيبدأ يضغط على الترجمة يعمل ترجمة تلقائية بيظهر معاه كل اللغات شايف دي كده كل اللغات ولكن احنا بنضور على اللغات اللي احنا عايزينها تظهر في البحث فدي لازم نعمل لها اضافة من جوه ونعمل لها اضافة ترجمة للعنوان والوصف لكن هو في جميع الاحوال هيبدأ يترجم لك بكل اللغات اللي انت شايفها هي مثلا الاسبانية اهي شايف كده بيترجم باللغة الاسبانية بالانجليزية نفس الحكاية اهو ادي كده الانجليزية تمام فمن وجهة نظري لو الموضوع اتعمل صح وباتقان هيجيب نتائج ايجابية جدا واحنا كتير جدا بنشوف فيديوهات بلغات تانية وبنتعلم منها فايه المنع ان احنا برضو نود فيديوهاتنا او نوصل فيديوهاتنا للاجانب ويستمتعوا فيديوهاتنا او يتعلموا منها برضو لو انت موجود معاه للنهاية لحد الوقت بقى تبخلش عنها باللايك الجميل ولو انت من الابطال اكتبلي في التعليقات اللي انت من الابطال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة